التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون والوفد المرافق له تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الإقليمية والدولية الراهنة التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الرسيخة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة